في تونس محاولات لقطع طريق تدخلات على الجمعيات والمنظمات الخارجية في شؤون البلاد الحزب الدستوري الحر ينظم وقفة أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بقطع الاتفاقيات مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجمعيات المشبوهة ويتهم بعض أحزاب الداخل بدعم الإرهاب فأي ضغط تحدثه هذه الاحتجاجات في تونس وأي تغيير مرتقب من تونس معنا الليلة عضو البرلمان التونسي ونائب رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر ثامر سعد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار من جديد يتحرك حزبكم هذه المرة لاستكمال مطالباته الرافضة للاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هل بإمكانكم التوصل لأي نتيجة في ظل رفض القضاء للدعوة لتقدمتم بها لإيقاف نشاط هذا الاتحاد؟ مساء الخير أولا طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية التي قمنا بها هذا اليوم وحضر فيها ما لا يقل عن 1500 مناصر ومناظل ومواطن تونسي مساندة للحزب الدستوري الحر الذي طالب ويطالب ويواصل المطالبة بقطع العلاقة بين هذه الجمعية جمعية اتحاد علماء المسلمين التي هي مرفوضة في تونس ونحن نسميها ببساطة هي جمعية القراظاوي والناس الكل تعرف في تونس أن القراظاوي هو الذي أفتى بالجهاد أفتى بالجهاد، أفتى بالقتل، أفتى بجهاد النكاح أفتى بكل هذه المسائل التي بصراحة لا يمكن أن نقبلها في بلادنا ومن المفروض لا يمكن أن تقبل إطلاقا علما وأنه مصنف إرهابي في عديد من الدول أحنا الآن وأنتم تعلمون أننا في احتصام متواصل أمام مقر اتحاد علماء المسلمين لماذا هذا الاعتصام؟ ولماذا هذه الوقفة الاحتجاجية؟ هي مطالبة بقطع العلاقة بين هذا التنظيم وبين وزارة الشؤون الدينية لماذا؟ لأسباب متعددة أولا هذه الجمعية أعذرني على المخاطعة ستكون وتعطي دروس نعم سأعود معك لنتحدث عن إنعكاس وخطورة عمل هذا الاتحاد تحديدا على المنظومة التربوية التونسية لأنه تم الحديث عن هذا الأمر لكن قبل ذلك أودا أسأل وأستفيد من وجودك معنا حتى نعرف أين وصلت مساعي حزبكم يعني المساعي انطلقت منذ فترة طويلة أستاذ ثامر لمحاربات الجماعات المتطرفة لمحاربة كل ما يريد تخريب الداخل التونسي ما الذي تحقق حتى الآن حقيقة قبل ما نغوص في كلام الأستاذ عبير موسي هو نضاء المتواصل ونسكن تعرف أننا نناظل من أجل تحرير البلاد من نخطبوط جماعة الأخوان المسلمين في تونس قدمنا قضية بتبعية الحال والقضاء قال كلمته وكانت قضية استعجلية قال القضاء كلمته بأن ليس له هو كقضاء أن يحكم بذلك بل هو من مشمولات السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة وكنا طلبنا من رئاسة الحكومة هذا ونحن بطبيعة في الانتظار ما يمكن أن نقول له الآن أن كل ما نقوم به من نظلات ومن احتجاجات نجد تجاوبا كبيرا على الشارع التونسي نجد تجاوبا كبيرا عند المواطنين التونسيين وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا وأعتقد أنه شيء يرجو أركان هذه المنظومة التي جاءت بخراب منذ 2011 على ما يبدو تستغل عواطف الناس هذا ما يجعل الناس تقف إلى جانبكم أستاذ سعد خلينا نتوقف عندما قالته الأستاذ عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر تقول يجب تنحية اختبوط وكر الإرهاب اختبوط الجمعية التي تستخدم العمل الخيري والديني كغطاء حتى أيضا تستغل عواطف الناس وتنومهم مغناطسيا وتسلب أموالهم لتمويل الإرهاب من يقف اليوم إلى جانب الحزب الدستوري الحرقس الثامر قلت أن الناس اليوم باتت إلى جانبكم هل باستطاعت الشعب التونسي تغيير هذه المعادلة التي اعتادوا عليها في الداخل طبعا شعب التونسي هو صاحب السلطة الأول وهو الذي يعطي السلطة لمن يمثله في مختلف المواقع ونحن اليوم إن كانت هناك بعض المشاكل في السابق أن المواطنين ما فهموش بالضبط ما يجب عليهم أن يقوموا به اليوم أصبحت الصورة واضحة بدخول الحزب الدستوري الحر إلى مجلس النواب لأنه لا ننسى أن حزبنا لم يكن موجودا في مجلس النواب قبل 2019 اليوم وعندما أصبح حزبنا موجود في هذه المؤسسة الأصلية بينا بالكشف بالنسبة لكل المواطنين ما هي حقيقة هذا النظام السياسي الذي هز أركان البلاد والذي لا يمكن له أن يتقدم بالبلاد في الطريق الصحيح بل بالعكس تونس تعيش انتكاسة منذ 2011 بسبب هذا النظام السياسي الهجين الذي لا يمكن له أن يقود شعبا مثل الشعب التونسي بالنظر إلى أن شعبنا ينظر دائما إلى الأمام شعبا متفتح شعبا حداثي شعبا يريد أن يعاصر الحداثة ولا يمكن له أن ينظر إلى الوراء ولا يمكن له أن يقبل كل الأفكار التي تريد جرنا إلى الخلف هذا غير مقبول وحزبنا بطبيعة الحال هو القاطرة التي ستتقدم بهذا الشعب وستتقدم بهذا البلد نحو ما هو أفضل نحو الحداثة نحو الديمقراطية نحو حقوق الإنسان نحو كل ما يطمح إليه أي مواطن تونسي من جميع المسائل سواء كان مسائل سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو تربوية كل هذا يحمله الحزب الدستوري الحر في برامجه التي تقدم بها في الحملة الانتقابية سواء كان الرئاسية أو التشريعية نعم في هذا الإطار تقولون أن وزارة الشؤون الدينية صامتة ولم تقم بواجبها في قطع الاتفاقيات المبرمة مع هذا التنظيم كيف يمكن لذلك أن ينعكس أستثامر على مستقبل المنظومة التربوية التونسية ما الذي تطلبونه وباختصار لو سمحتم شوف أولا وزارة الشؤون الدينية لم يكن لها الحق بهذه الاتفاقية التي فيها تكوين وفيها تعليم وفيها مساس بالتربية سواء كان تربية في الابتدائي أو في الثانوي أو في العالي ليس لهم الحق وبالتالي قاموا بندوة وحيدة سنة 2012 ثم منذ ذلك الوقت لا توجد علاقة بين هذا التنظيم وبين وزارة الشؤون الدينية يعني أن هذا الاتحاد يفعل ما يشاء ويرتع في جميع أنحاء تونس كما يشاء ولا حسيب ولا رقيب وهذا بطبيعة حال غير مقبول إطلاقا واتصلنا بوزير الشؤون الدينية واتصلنا بوزير التربية واتصلنا كذلك بوزير التعليم العالي ولاحظنا أن ليس هناك علاقة بينهم وليس هناك ترخيص في البرامج خاصة البرامج هناك برامج تكوين غريبة في بلادنا تكوين على تركريس مبادئ الخلافة تكوين على مبادئ الحل والربط مسائل البيعة كل هذا من عصر الظلمات من العصور السابقة ولم يمكن أن نتحدث عن هذا في بلد يلدعي أنه بلد ديمقراطي مهمة جدا كل هذه النقاط التي تطرحها شكرا لعضو البرلمان التونسي ونائب رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر ثامر سعد على المشاركة معنا الليلة ترجمة نانسي قنقر